السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيد رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعه اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر اللهم صل على سيدنا النبي ما حج حاج بالبيت أو قبل الحجر وسلم تسليما كثيرا رق قلبي رق قلبي بآيات كثيرة من كتاب الله عز وجل رق قلبي حين عرفت الله من خلال قراءة كتاب الله عز وجل تعالوا بينا الحلقة دي نبدأ مع صورة الفتحة الحقيقة صورة الفتحة صورة مؤثرة جدا وقلبي يرق جدا مع قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم هذه الآية يا أحباب أنا شخصيا بتأثر في قلبي قوي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحان الله العظيم صورة الفتحة بنكررها في كل ركعة بنصليها لله سواء كانت الصلاة دي صلاة جهرية أو صلاة سرية وده طبعا ليه أسرار ومن أسرار هذا التكرار أن التكرار ده بيستخرج مننا أطيب وأجمل ما فينا أن احنا نكرر الآيات الفتحة فيها معالم معالم إيمانية كأن ربنا عز وجل بيقول لنا المعالم دي محتاجين ان احنا نرددها على القلب والقلب لو انتفع بيها بهذه المعالم واستفاد وفهمها يرق على الدوام لحد آخر نفس في حياتنا من أول لفظ الحمد لله رب العالمين وإحنا بنقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالمناسبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من بشرياته اللي بشرنا بيها علمنا إن اللي يقرأ الفاتحة ويقول أمين وتأمينه يوافق تأمين الإمام تأمينهم بيوافق تأمين الملائكة ولو تأميننا وافق تأمين الملائكة غفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا فمن بركات سورة الفتحة إن لما تأميننا يوافق تأمين الإمام ويوافق تأمين الملائكة ربنا عز وجل بيكفئنا بمغفرة ذنوبنا كلها كريم جل جلاله إحساسك بقى بالأياد دي وانت بتقرأها لازم يبقى عالي ربنا صلحة تعالى هنا بيقول لنا بيعلمنا إن إحنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين كأن الواحد فينا بيقدم الإخلاص لله ويتبرأ من أي شرك أو رياء في جوارحك أو في قلبه وده مهم جدا علشان قلبك يبقى رقيق فلا رقة لقلب شغلة بالشرك أو شغلة بالرياء الواحد لو مجغول بنظر الناس أو مجغول بالرياء ما تلاقيش قلبه رقيق لا ولو ظهرت منه رقة تحس نوعه مصطنع كأنه بيمثل لكن المخلص تلاقيه فيه رقة وكل لما يزيد إخلاصه تلاقي رقيته زيدة والرقة مش مصطنعة ما بيمثلش ده حقيقية هنا في هذه الآية إياك نعبد ربنا بيعلمنا الإخلاص بيعلمنا الخلاص من الشرك والرياء وإياك نستعين ربنا بيعلمنا فيها التواضع والتخلص من الكبرياء إن مهما كانت ثقافتنا أو مؤهلتنا أو أمولنا أو سلطننا أو مناصبنا أو معارفنا مهما كانت قوتنا مهما كانت خبرتنا مهما كان علمنا كل ده أنت تنساه وترميه وراء ظهرك أو لما توقف بين إيد ربنا عز وجل تتبرأ من الرياء والشرك والكبر يوم القيامة الناس المتكبرين يجوا تحت الأقدام تحت أقدام الناس كأمثال الذر بينداسوا بيتهرسوا لكن صورة الفتحة بيتعلمنا من البداية التواضع والتخلص من الكبر فالكبرياء والعظم لله وحده إياك نعبد وإياك نستعين وكمان بيتعلمنا ضعفنا إن الواحد ما يغترش باللي فيه بيغترش بنعم ربنا عليه وإنما تبقى دايما مستشعر ضعفك ده أنت شوية صداع ممكن ما يخلكش تنام أنت مزقة صغيرة لرجليك ولا لأديك ممكن يخليك تسرخ من الوجع مش كده وجع بسيط في جنبك أو شكة صغيرة في الصدر تخليك تبقى منزعج جدا ومش قادر تتحرك أو ربما مش قادر تاخد نفسك ربنا يعفيك ويعفينا من كل أذن وبلية اللهم أمين يا رب العالمين بعيد الشر عنك أنا مقصدش لكن أنا بتكلم والله من باب أن عايز حضرتك تحس بإيه أهمية أن نستشعر ضعفنا وإحنا وقفين من إيد ربنا ده بيوقفنا على باب أولي الأوي اللي وقفين عليه ابن الجوز بيقول كده في كتاب صيد الخاطر بيقول باب الذل بيقول أنا وقفت على باب كتير قوي قوي لكن باب الذل لقيت الناس قليلين عليه حتى طلبة العلم حتى العلماء حتى خواص الناس حتى الفقهاء قول بقى زي ما أنت عايز تقول إلا من رحم الله واللي تلاقيه فيه ذل لله مش للناس فيه ذل لله ومنكسر مخبط كده ده يعلم في قلبك بسرعة وكلامه بيقى مؤثر جدا وثقة جدا وتلاقيه موفق مسدد اللهم اجعلنا منهم يا كريم سورة الفاتحة بتعلمنا كده وكأن هذا تمهيد علشان وإحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم نناجي بها الله تبقى طلعة من قلبنا مستشعرين فيها احتياجنا للهداية وإنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم وبتكررها في صلاتك أو بتقولها وراء الإمام عايزها تطلع من قلبك أو من قلبك وإنت مستشعر احتياجك للهداية هو أنا محتاج أن ربنا يهديني طبعا محتاجيني أن ربنا يوفقنا للهداية والقرآن كله هداية ربنا يقول لنا إن هذا القرآن يهدي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام يعني لأحلى حاجة أقوام أفعل تفضيل يعني أحسن حاجة أحسن أخلاقيات تطلع منك والناس تشوفها منك لما القرآن يسيطر عليك أحلى تصرفات وسلوكيات تصدر منك لما القرآن يسيطر عليك أحلى نواية تنويها وتبقى خالصة لله لما تعيشها مع القرآن أحلى أعمال صالحة تقبل منك وبسرعة جدا اللي تتعلمها من القرآن أحلى أحوال إيمانية وأرقى مقامات إيمانية تعيشها بجوارحك لما القرآن يسيطر عليك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى والقرآن يخليك تراجع نفسك دايما وما تعملش أي شيء غلط يغضب ربنا سبحانه وتعالى أو يكره سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال لنا في صورة المعدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فهو أنت بتقرأ اهدينا الصراط المستقيم جرب كده أنك تقرأ الآية دي بإحساس اللي محتاج للهداية وكأنه بيتذلل لربنا يقول له يا رب اكرمني واهديني للصراط المستقيم والصراط المستقيم هو الإسلام كما فسره السادة العلماء يا رب اهدينا يا رب واهدي قلوبنا اللهم رقي قلوبنا ولي قلوبنا وأصلح قلوبنا آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته